أبو سعيد سأل عن صيام الست من شوال هل يمكن صومها ما بعد شوال لأن الحكمة من ذلك منطبقة لها ست من شوال عن شهرين و شهر رمضان عن عشرة أشهر هذا قول لبعض أهل العلم لكنه قول مرجوح و قول الراجح أن صيام الست من شوال لا بد أن يكون في شهر شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي قتاده من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص شهر شوال فكيف يقال بأن له أن يصوم من أي شهر لو كان له أن يصوم من أي شهر لم يكن التخصيص بشهر شوال معنا و لقال النبي عليه الصلاة والسلام و صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام و سكت ما قال من شوال فتخصيص بشوال دليل على أن الصيام الست لا بد أن يكون في شهر شوال ترجمة نانسي قنقر